اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الصعيد يعني ممكن كانت مهملة في الفترات اللي فاتت والسنين فاتت والضوء مش ملقى عليها بشكل كافي النهاردة ان شاء الله هنتكلم من خلال برنامجنا عن الصعيد تقاليدهم عاداتهم حياتهم هل اللي بيتم تدوله عن الصعيد من خلال مسلسلات من خلال اخبار من خلال كلام هل هو صحيح ولا مجرد بس كلام بيتقال من غير ما ييتشاف دي حاجة الحاجة التانية ان احنا من خلال برنامجنا هنكون معاكم من خلال ضيوفنا هنقابل كل التخصصات هنقابل اختصصات طبية هنقابل تخصصات اقتصادية هنقابل تخصصات فنية هنقابل كل التخصصات هتبقى معنا ان شاء الله انا عايز المشاهد اللي هيتابع البرنامج من خلال شاشة الصحة والجمال ان هو ان شاء الله بإذن الله ما فيش حاجة ممكن تخطر على باله الا وتكون موجودة من خلالنا ان شاء الله من خلال ضيوفنا عفوا القهوة بالنسبة لنا في العرف كده تقدر تقول لما الحلوة القعدة ممكن تقعد مع صحابك ممكن تقعد مع زميلك ممكن تقعد مع جرانك مكان ممكن يجمعنا بالصدفة ممكن الناس تعمل علاقات من خلال قعدة القهوة ممكن تقابل حد كده وتقعد معاها عادي ما فيش مشكلة وتقعد معاها بينك ما بينك وتجمعك وتربيزة مثلا ولا حاجة ومن خلال القعدة بالصدفة دي ممكن تتبني علاقات وتتبني صداقة قوية وتتبني من خلال موضوع القهوة القهوة مش مجرد فنجان شائب يتشرب ولا فنجان قهوة القهوة هي حياء القهوة هي حياة بمعنى القهوة دي ممكن نقعد ونتكلم فيها في كل حاجة انت زمن كاوي انا اهلاوي انت بتحب ده انا بكره ده انا ميولي الشخصية كده انت ميولك الشخصية كده من خلال البرنامج بتاعنا هنقدر نقرب المسافات هنقدر نشوف اللي بيدور في المجتمع المصري من خلال القهوة هنتكلم ان شاء الله في كل حاجة تخصكم من خلال من خلال مختصين من خلال استشاريين من خلال ناس مختصة في كل مجال هنتكلم في كل حاجة مش هنسيب حاجة ان شاء الله الا وحنا هنتكلم فيها هتكون مشاركتكم معنا بناء وفعالة ان شاء الله من خلال مدخلاتكم من خلال تلفوناتكم هتشاركونا في كل حاجة هتكلم معكم كمان عن النواحي النفسية للشخصية الانسانية بمعنى احنا كل حلقة معنا هيكون هنتكلم عن صفة إنسانية هنحللها بشكل مختصر وبشكل مفيد بمعنى الصفات الإنسانية أو الجوانب الإنسانية السايكولوجية للإنسان بتبقى فيها شوية ممكن جوانب سلبية جوانب إيجابية ومن خلال الجوانب دي هنقدر نحلل الشخصية دي بمعنى كل يوم أو كل حلقة هنتكلم عن صفة معينة هنتكلم مثلا عن التفاؤل هنتكلم عن الطموح هنتكلم عن النجاح هنتكلم عن الأنانية هنتكلم على المساندة هنتكلم على التحفيز هنتكلم على حاجات كتيرة جدا تخص الجانب النفسي للإنسان ومن خلال الصفات دي هناخدها بشكل مقتطب تمام هنقفل بها حلقتنا في كل مرة إن شاء الله عشان نقدر برضو نحتوي شوية الجانب الإنساني لأن من ناحية السايكولوجية الإنسان برضو في صفات جوة محتاجة علاج هنجيب برضو طبعا مختصين في الطب النفسي هنجيب مختصين في المسائل السايكولوجية لكن إحنا محتاجين إن إحنا ندردش مع بعض أنا موجود معكم النهاردة من غير ما أكون أخضر حاجة تقريبا أنا أتعارف بينما بينكم يعني أنا أتشرف طبعا أن أنا أكون معاكم من خلال قناة الصحة والجمال أنا أكون معاكم إن شاء الله أنا أعون علي إن شاء الله بإذن الله يعني البرنامج يحوز عجبكم يكون مادة مختلفة ماتيريال مختلفة شوية ممكن أن يتشاف إن شاء الله وعدكم إنه هيكون يكون حاجة ثرية بالمعلومات هتكون ثرية بالثقافات هتكونوا مبسطون معنا إن شاء الله رب العالمين بإذن الله مبدئيا إحنا هنتكلم النهاردة عن موضوع الصعيد طبعا هنتناوله بشكل مستفيد بعد الفاصل إن شاء الله هنطلع تقرير وهنشوف حاجة مقتطبة كده عن الصعيد وهنرجع أن نبدأ فقرتنا لكن عايزة أقول لكم إن دايما مش كل اللي نسمعه مش كل اللي نسمعه هو ديه دي الحقيقة مش كل اللي نسمعه هي دي الحقيقة لازم نشوف ونقرأ ونحتك احتكاك مباشر بالحياة اللي إحنا مفتقدينها حياة الصعيد إحنا تقريبا معظم الناس بتسمع عليها سامع ما حدش عارف يعني لكن إحنا النهاردة في الفقرة بتاعتنا هنتناول الصعيد من خلال من خلال حاجات أساسية من حاجات من خلال معلومات مؤكدة الصعيد إيه؟ وضعه علامة استفهام الصعيد علامة استفهام بالنسبة للناس كتير قوي الناس بتفكر إن الصعيد هو عالم منعزل هو عالم من العصبية القبلية هو عالم من عدم التقدم هو عالم من الغموض هو بس العصبية اللي بتحكم القبلية اللي بتحكم الناس متخيلة إن الصعيد ده من غير علم من غير ثقافة من غير صفات المدنية اللي احنا عايشين فيها هنا لا الوضع ده مختلف والوضع ده مش صح الصعيد حياة كويسة جدا سرية جدا فيها كل يعني كل حاجة تتخيلوها موجودة هناك موجود هناك الكرم موجود هناك الأخلاق موجود هناك الشرف موجود هناك الثقافة موجود هناك العلم موجود هناك كل حاجة أنت ممكن تتخيلوها موجودة هناك ده طبعاً أنا أبديكم حاجة مختصرة وده هننقشوا بشكل مستفيد شوية إن شاء الله مع بداية الفقرة بإذن الله رب العالمين القهوة عايز بس أعرفكم بنقطة بسيطة مش كل المواضيع ومش كل الحاجات اللي ممكن تصار ممكن تتاخد على محمل الجد ومحمل التأكيد بمعنى الناس كتير جداً في مجتمعنا واخدة إن الجانب الغامض من صعيد مصر إنه هو حاجة غامضة حاجة مش مفهومة الناس كتير جداً لا ده مش مزبوط يعني ولا هيكون مجاله غير بعد ما تحكم حضراتكم بعد ما نقدم المحتوى في الفقرة التانية إن شاء الله بإذن الله دلوقتي هنروح للتأرير ونرجع عشان نبدأ أول فقرة من الفقرات إن شاء الله أخلاء أدب شهامة جدعنة كل هذه الصفات يتصف بها أهل الصعيد حيث إن تاريخ مصر انطلق من الصعيد وأن حضارات ما قبل التاريخ عن أول وجود المصريين على أرض الكنانة كان في الصعيد وتحديداً في نقاضة بقنع والبضارة في أسيوت والفيوم وعندما توصل المصر للكتابة وبدأت العصور التاريخية وتدشين الأسرة الملكية الأولى ظهر الملك ميناء واستطاع توحيد مصر واستمرت مصر قوية ومزدهرة طوال الدولة القديمة حتى عاد الإنيار في عصر الانتقال الأول ولم تخرج البلاد من تلك الفترة المظلمة التي استمرت عشرات السنين إلا على يد من تحطب الثاني الذي أعاد توحيد البلاد من جديد منطلقاً من قنع ثم انهارت مصر ودخلت في عصر ظلام جديد واستمرت في فوضى عشرات السنين فجاء أحمس منطلقاً منطيبة ألا وهي الأكثر حالياً ليقود صورة لطرد الهكسوس من مصر وكان هذا أسوأ محتل لمصر عبر تاريخها واستطاع طردهم وتحرج البلاد وتوحيدها بكل قوة مؤسساً الدولة الحديثة والتي أصبحت مصر في عداء إمبراطورية كبرى وهذا يعني أن أهل الصعيد طوال تاريخهم قاد كل حركات التحرر في مصر ومثال حي وصاروخ للوطنية ونضال الحقيقي ضد الاستعمار ويقدمون فلذات أجبادهم لتأدية الخدمة العسكرية وفي مؤتمر الشباب الذي عقد في أسوان عام 2017 قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام المؤتمر نصاً أهل الصعيد الأوفياء الصابرين الصامدين والذين يزبطون على مدار الأذمنة والحق بالمتعاقبة بأنهم حراس أمتنا وخلفاً لخير سلف فهم الذين يشبقوا على ضفاف النيل واكتست بشرتهم بلون الشمس وتشربت أرواحهم بعظمة الأجداد ولحظت عيونهم آثار الحضارة الأولى في المعابد التي تأسست من صخور الصعيد وعلى الجانب السياحي أيضاً تمتلك مدن الصعيد الكثير من الأماكن السياحية التي يوفد إليها الكثير من الضوار من مختلف البلدان حول العالم مما يبرز جمال مصر وحضارتها الصعيدة رجال لا يهزهم ريح ولا ينال منهم صعاليك الشهرة وكتائب التسفيه والتسخيص وارجعنا لكم تاني عزيزينا المشاهدين ونبدأ مع بعض أولى فقرات برنامجكم القهوة احنا قبل الفاصل كنا بنتكلم قبل التقرير كنا بنتكلم عن موضوع الصعيد واحنا هنتكلم فيه بالضبط لنا تقرير وتقريبا زي ما حضراتكم شفته ان الصعيد غاني جداً بكل حاجة غاني جداً يكفي ان معظم أثار مصر موجودة في الصعيد ثقافتنا وعلمنا وتاريخنا وكل حاجة موجودة في الصعيد هنتناول مع بعض كده هنتكلم بشكل مبسط عن الصعيد من خلال بعض النقطة المبسطة يعني أول حاجة هنتكلم عن الصعيد أو الحاجة الناس بتلفت انتباهها على طول اللهجة الصعادية اللهجة الصعادية ممكن تكون لهجة غريبة شوية عن باقي اللهجات بمعنى ان من خلال المسلسلات ومن خلال الأفلام زاد انطباعنا أو تثبت في تفكيرنا ان الصعيد ده هو لهجة حادة جداً هي لهجة ثابتة ما بتتغيرش لأ أنا عايز أقول لكم ان من خلال طبعاً ان أنا صعيد يعني ان الصعيد كل بلد كل بلد لها لهجة ممكن تكون في المحافظة الوحدة فيها كذا مركز والمركز فيه كذا قرية تخيلوا ان في كل قرية جنب القرية دي لها لهجة ودي لها لهجة مش لهجة واحدة ممكن كشكل عام اللهجة واحدة لكن اللكنات اللكنة نفسها هي المختلفة اللكنة نفسها هي اللي بتفرق انت من العيلة الفلانية وأنا من العيلة الفلانية انت من البيت الفلاني وأنا من البيت الفلاني هي بتفرق في كده لكن كشكل عام هي اللهجة السعادية لهجة واحدة هنيجي نتكلم مثلا اللهجة في محافظة إينا مثلا مختلفة عن اللهجة محافظة أسيوت مختلفة عن اللهجة في محافظة سهاج مختلفة عن اللهجة في أسوان مختلفة عن اللهجة في المينيا في بنيسويف السعيد بيبدأ معنا من أول الجيزة لغاية ما نوصل لأسوان تخيلوا بقى في طول الخط ده طول الخط ده كمية اللهجات الموجودة كمية غير عادية وغير طبعية كمية جبيرة جدا جدا من اللهجات ومن اللكانات اللي ممكن تتخيلوها الصعيد كلهجة ممكن تكون أقرب ما يكون إلى اللغة العربية أقرب ما يكون إلى اللغة العربية لأن الصعيد معظمه قبائل عبر التاريخ كانت جاية من خلال شب الجزيرة العربية ومن الشام وبتاعه وكده فكانت اختلطت بقى اللهجات فاكتسبنا بقى اللهجات دي من خلال الصعيد مصر الناس استوطنت وقعدت وبتاعه ومع مر الأجيال ومع مر التاريخ بدأت الحاجات دي تورص بدأت تورص بمعنى أننا بقت حاجة موروصة بالنسبة لي أننا طالع بلهجة معينة بلاكنة معينة الصعيد لغته أقرب ما يكون إلى اللغة العربية زي ما قلت لحضراتكم فهي دي النقطة بتاعت اللهجات واللكنات واللغة اللي بيتميز الصعيد عن أي مكان تاني في مصر الحاجة التانية اللي أنا عايز أكلم حضراتكم فيها العادات والتقاليد بتاعت الصعيد الصعيد هو مش معروف عنه غير حاجة واحدة بس الصعيد معروف عنه أنه هو عصبية قبلية معروف عنه جهل معروف عنه عدم تمدن معروف عنه عدم تحضر الكلام ده مش صحيح الكلام ده مش صحيح الصعيد لو بصينا أن معظم العلماء المشهورين في مصر واللي طالعين من مصر صعيد بداية من ميناء موحد القطرين ما هو طالع من طيبة اللي هي الأسر مصر مروراً بالرئيس الراحل عبد الناصر فضلت الشيخ محمد صديق المنشاوي فضلت الشيخ أحمد الطيب من الفنانين هنلاقي الكنج محمد منير هنلاقي فنانين كتير جداً هنلاقي علماء هنلاقي فنانين تشكليين هنلاقي وزراء هنلاقي صفراء هنلاقي تاريخ يعني 90% من العلماء اللي تقريباً موجودين من مصر تاريخهم وأصلهم صعيدي وأخدين بالكم فهي القصة كلها إنه مش 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 النظرة اللي متخد عن الصعيد إنه هو مجتمع جاهل ده مش صح ولا صحيح ولا حقيقي لأن إحنا ناقصنا بس إن إحنا نقرأ إحنا مشكلتنا إن إحنا بنسمع كتير ونردد لأ اقرأ واخد المعلومة من مصدرها وإنت تعرف يعني إيه صعيد هتعرف يعني إيه ثقافة هتعرف يعني إيه تاريخ هتعرف يعني إيه تمدن يعني تعرف يعني إيه حضارة الصعيد زي ما كان زي ما شفت حضرككم في التقرير إن إن نفخامة الرئيس هو نفسه شهد للصعيد بالشهامة والرجولة والتمدن والتحدي والمصابرة والجلد الصعيد حياة مختلفة بات مختلفة مختلفة ولو إحنا عندنا نفس الروح ونفس الجلد ونفس الصبر اللي موجود عند الصعيدة والله العظيم تلاتة هتبقى الوضع مختلف 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 لأن دايماً الحياة محتاجة شهد ومؤاظرة ومصابرة وتحدي وإصرار الصفات دي كلها موجودة هناك الصفات دي موجودة عند الناس دي الصفات دي لو إحنا تحلينا بيها وضعنا هيبقى مختلف حياتنا هتبقى مختلفة شخصيتنا هتبقى مختلفة فهي الوضع كله بالنسبة لنا إن احنا بس نأكد على المعلومة الوضع بس إن احنا نقرأ ونشوف الناس دي عايشة إزاي ووضعها وتاريخها عامل إزاي دي بالنسبة لموضوع العلماء العادات والتقاليد الصعيدة الصعيدة تلاقي عندهم الكرم الصعيدة تلاقي عندهم الأخلاق الصعيدة تلاقي عندهم الشهامة الصعيدة تلاقي عندهم الطموح الصعيدة تلاقي عندهم الأخلاق الصعيدة تلاقي عندهم المصابرة الصعيدة تلاقي عندهم التحدي الصعيدة هتلاقي عندهم كل حاجة كويسة هتلاقي عند الصعيدة آه في عصبية قبلية لكن ده عن حق يعني كل واحد ممكن أنا أو أنت أو أي حد ممكن يكون لي حق ممكن يدافع عنه بشكل أو بآخر يعني لكن الصفات التانية يعني مثلا استحالة برغم المستوى المعيشي اللي ممكن يكون متدني في بعض الأماكن هناك لكن استحالة حد يبات من غير عشر تخيل استحالة حد يبات من غير عشر في الصعيد هناك تلاقي كرم الضيافة انت لو رحت تلك هتلاقي الناس بتتخاني عليك تريبا تعال 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 وما يسبكش ولازم يعملوا معاك الواجب ولازم يضيفوك واستحالة يسبوك هو ده كرم الضيافة عند الصعيدة بالنسبة للأخلاق استحالة تلاقي صعيدي أخلاق متدنية استحالة استحالة تلاقي صعيدي مش مش مستقر نفسيا بمعنى أن الصعيدي عارف يعني إيه؟ أنه هو يخاف على أرضه يخاف على عرضه يخاف على شرفه يخاف على كيانه يخاف على مستقبله يخاف على حياته يخاف على حاجات كتير جدا جدا من خلال الحتة دي بتاعت الطموح ومن خلال العزة والكرمة بتاعة الصعيدة النقطة كمان اللي احنا عايزين نتكلم فيها كمان انه متاخد فكرة ان الصعيدة دمخهم قفلة بتقفلة يعني ناس تفكرهم محدود ناس تفكرهم على قدهم ما فيش الكلام ده الكلام ده مش مظبوط الصعيدي لو لو تفكيره محدود ما قلناش هنلاقي الدمازج اللي احنا اتكلمنا فيها اللي طلع من الصعيد هو بس الفكرة كلها ان كل واحد فينا بيقدر الموقف على حسب على حسب رؤيته الشخصية يعني انا حكمي على الموقف غير حكمك انت على الموقف لكن في الآخر هو بيتصرف زي وزي اي بني آدم طبيعي بتحكمه مفعلاته بتحكمه عواطفه بتحكمه أحسيسه بتحكمه حياته هو كده لكن ما بيبقاش بره الآلب ما بيطلعش بره الآلب يعني ولا دماغه متأفلة ولا دماغه ولا بيتصرف في غشومية مثلا زي ما هو المعتاد والمعروف عنه ما فيش الكلام ده ما فيش لان انا ممكن هنا ممكن يحصل الموقف أنفاعل هل معنى كده ان انا راجل دماغي على قدي ولا هل انا منفاعل ولا مندفع لا انا مش هيتحكم علي كده فهو كذلك الامر بالنسبة له برضو الطبيعي ما يتحكمش عليه كده لان زي ما انا زي ما انا مشاعري وحسيسي وانفعالاتي بتتحكم فيها ما هو طبيعي ما هو انسان برضو هو برضو فيه انفعالات وبتتحكم فيه ومشاعر بتتحكم فيه وأحسيس وبتتحكم فيه طبيعي طبيعي يعني احنا كلنا بشر كلنا بتتحكم وفيه دا حاجات معينة القصة الثانية ان الناس دي ممكن بتعمل لردود الأفعال دي من قبل تحمل المسئولية مش من خلال أفعال لا إرادية بتحصل وخلاص كده يعني لا 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 هو الناس دي بتحملها المسؤولية جامد حاسة بالمسؤولية مسؤولية على عاتقها بتتصرف حتى هدف قدامها دايما دايما الناس اللي متحملها مسؤولية تلاقيها دايما كده سترس ودايما على عصابها ودايما منفعلة لأن هو فيه هدف ومش هيصبح لأي حد أو أي ظروف أو أي حاجة إن هي تمنعه من تحية هدفه فهو ممكن تكون الأكشنات بتاعته أو ردود الأفعال بتاعته بتبان بالشكل ده لكن هو بيعملها من قبيل تحمل المسؤولية مش من قبيل الاندفاع وخلاص ولا الغشمية ولا الكلام اللي متاخد عليهم دي النقطة بس بتاعت اللي متاخد على الصعيدة إنه هم ناس ناس مندفعة وناس ما عندهاش السباة الانفعالي اللي ممكن يبقى عند بعيد البشر النقطة كمان اللي احنا بنتكلم فيها نقطة التحضر الصعيد لو احنا القينا نظر عليه دلوقتي بقى قمة التحضر اللي في الدنيا بقى قمة الرقير اللي في الدنيا ننزل محافظات مصر دلوقتي محافظات الصعيد هتلاقي محافظات راقية جدا بتحضرة جدا فيها منشآت راقية جدا وعالية جدا فيها انا افتكر سنة من السنين ان محافظة إنا خدت خدت آآ جيزة آآ آآ الأنظف مدينة على مستوى العالم تخيلوا الصعيد فيه حاجات كويسة جدا جدا استحالة دلوقتي تمشي في محافظات معانا في الصعيد استحالة تمشي تلاقي ورقة ما تلاقيش استحالة تمشي في الصعيد تلاقي آآ مرور آآ منفلت آآ حاجات كده مش طبيعية بتحصل زي اللي احنا بنشوفها في الشوارع ما تلاقيش قمة الالتزام موجود التحضر موجود الرقية موجود آآ الصعيد فيه فيه حاجات راقية جدا يا جماعة بس احنا محتاجين ان احنا نطلع ونشوف ما نكتفيش بالسمع ما نكتفيش ان احنا دفلان قال ده انا حد قال لي لا 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 النات دلوقتي ووسائل التواصل الاجتماعي ما خلتش حاجة احنا مش هنخسر حاجة واحنا عادين نبص بص ونشوف الناس دي عايشة ازاي الناس دي حياتها عاملة ازاي الناس دي وضعها عامل ازاي مش هنخسر حاجة حتى لما نحكم على حاجة نحكم عليها بشكل بشكل يعني واقعي ما نظلمش ما ناخدش كده كلامه خلاص بنردد لا ما نرددش حاجة كمان بيقولوا ان الصعيدة ما عندهمش مش بيماشوا الموضة مش بيماشوا التحضر يعني كلام ده مش صحيح لان هو الراجل الصعيد ده بيكلم بيشوف الموضة من عين من عين تقاليده وعداته من عين تقاليده انا عداتي انا كراجل ماسمحش مثلا ان 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 ابنتي او زوجتي او اختي ان هي تلبس كده كده ماسمحش انا عداتي وتقاليده ما تسمحتيش ان انا عامل كده زي زي اي واحد تاني موجود طبيعي جدا على فكرة يقولك انا لا 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 انا ممكن تلاقي راجل مثقف جدا ومتعلم جدا وفي مركز مرموقة عادية جدا يقولك لا لا انا ما كليش حد يلبس كده انا لا بنتي ما تلبسش كده انا زوجتي ما تلبسش كده انا ابني ما يعملش التصرف ده هو برضو بيتصرف من خلال كده هو برضو مش عدم ادراك للموضة والعدم مش بيماشي العصر لا لا مش كده لكن هو من خلال عاداته وتقاليده اللي تربق وطلع عليها في حاجة اسمها التزام في حاجة اسمها حدود في حاجة ان انا اعمل ده وما عملش ده في حاجة ان انا اقدر اخد استثناء واعمل الخطوة دي وفي حاجة ان انا لو عملت الحاجة دي هبقى مش كويس او او هقل في نظر نفسي وهقل في نظر الناس وان انا مش كده وان انا ما تربتش على كده وان انا ما طلعتش على كده الموضوع كله مش عدم مش عدم تماشي مش عدم ان هو ان انا بنسير العصر وخلاص لا كل واحد بياخد الحاجة البنسباله وده مش مرتبط على فكرة بموضوع الصعيدة بس الموضوع ده طبيعي اي حد في اي مكان في العالم على فكرة ان انا ممكن انا كانسان لا انا شايف ان ان مثلا الاميس اللي انا لابسه ده مناسب لي لكن لو اخترت حاجة تاني لا مش مناسب لي حتى لو فيه لو حلوة او كويسة وممكن غير يلبسها لكن انا شايف ان هي مش مناسب لي ايس على كده كل حاجة بقى ايس على كده التعاملات ايس على كده الصدقات هناك بتبقى وضعها عامل ازاي ايس على كده كل حاجة كل حاجة هناك بيبقى ليه حكمها العرف والتقليد العرف والتقليد هي دي اللي حكمة الصعيد هناك فعشان كده محتاجين بس ان احنا نعرف الناس دي بتتصرف بناء على ايه ما ناخدش ردود الافعال وننسى الفعل يعني هم الناس دي بتتعامل كده ليه وبناء على إيه ولو عرفنا الناس دي بتتعامل كده ليه وبناء على إيه أكيد هنشوف الناس دي من المنظور الصحيح وأكيد هنشوف الناس دي من المنظور المناسب ليهم لأن احنا لو أي حد عايز يحكم على حد يحط نفسه مكانه ومن خلال المكان ده أنا عدت مكانك بالوقتي هقدر حكم صح لكن ما قدرش وانا شايفك من بعيد المفروض انت كنت عملت كده المفروض كنت اتصرفت بتصرف الفلاني لو اخد بال حضرتك فهي دي من خلال النظر دي هنقدر نحكم صح على المجتمع الصعيدي كمان احنا بنتكلم لو كلمنا عن الصعيد فاحنا بنتكلم عن التاريخ عن التاريخ لو خدنا من اول الجيزة لغاية اسوان مفيش محافظة على طول الخط اللي لو فيها قصر تاريخ مصري مفيش الجيزة هتلاقي بن السوف هتلاقي الميني هتلاقي السيوت هتلاقي سوهاج هتلاقي اينا هتلاقي لو قصر هتلاقي اسوان هتلاقي لغاية ما توصل لغاية ابو سيمبل والحدود كمان التاريخ المصري معروف انه دايما كان بادئ من الجنوب التاريخ المصري والحضارة المصرية اللي اتبانت والسابع تلاف حضارة اللي في مصر كان معظمها عاصمة مصر كانت في طيبة عاصمة مصر كانت في القصر في طيبة من خلال الحضارة اللي اتبانت دي تاريخ مصر كله اتبانى تاريخ مصر كله اتبانى وتوارسة الحاجات دي على مر الأجيال هتلاقي دلوقتي مفيش يعني أي مشروع بيحصل أي حاجة حدث كبير جدا بيحصل أي طفرة بتحصل إيه لو تلاقي فيها ايدين الصعيد ليهم بصمة وليهم علامة وليهم التأثير بتاعهم في كل حاجة واخد بالك القصة كلها والمعنى كله ان احنا ندي الناس دي حقها على المدى السنوات البعيدة اللي فاتت كان مهمل ما كانش واخد حقه كان منعزل لكن في الفترات الأخيرة وفي السنين الأخيرة بدأ يلقى الضوء عليهم وعلى المحافظات بدليل التقدم اللي حصل والحضارة اللي حصلت والرقيل اللي حصل والتكنولوجيا اللي دخلت هناك والقائد دوء اللي حصل عليهم لا الوضع تغير خالص حتى هما بدأوا يحسوا بالتغيير بدأوا يحسوا ان هما مندمجين في المجتمع المصري لانهما حابين ان هما يبقوا جزء من المجتمع المصري ما كانوش حابين ابدا ان هما يبقوا مجتمع منعزل مجتمع مقفول على نفسه الغرض من الموضوع ان احنا كسعيدة انا ممكن نتكلم كتير جدا عن الصعيدة وعن المجتمع الصعيدي بس مهما صدقون يعني احنا مهما نتكلم ومهما نقول ومهما نعيد استحالة استحالة هندي الناس دي حقها كمان من خلال المجتمع الصعيدي هنلاقي حاجة مهمة جدا جدا استحالة يلاقيك تلفون الو السلام عليكم يا فندم وعليكم السلام وعط الله وبركاته كل سنة وانت طيب يا فندم وانت طيب انا بحييك على البرنامج ده يا فندم انت وفريق الاعداد وقناة صح وجمال وجميع مشاهدينك يا فندم اهلا بيك اهلا بيك انا بحييك باعتمامك بالصريب والله اهلا بيك معاك رجب من لكسر يا فندم اهلا بيك حاجة رجب ازاي حضرتك كل سنة وحضرك طيب كل سنة وحضرك طيب ربنا يبارك فيكم يا فندم الله يكريمك وتحياتنا لأهل الصعيد كلهم كلهم بيعزوك يا فندم والله اهلا بيه اي سؤال عندك حاجة رجب عايز تسأل على حاجة تعرف حاجة وفي سؤال يا ريتي يا ريتي يعني يا ريتي عايز اقولك عليه ان احنا عندينا في مركز اسنا العصبية والقابلية هي اللي ضربت مركز اسنا مركز اسنا محافظة اللوكسر ده مركز كبير نعم فيه كبار اعضاء مجلس شعباتي بالنسبة للقابلية والعصبية المركز زي الدفن بالحياة نعم بدليل هاتلي عدو بيساعة بيطلع علاوة نعم يقول انا من ساعة ما تولدتني ستين سنة نعم المركز الوحيد اللي هو ما اتعملت لهوش اي حاجة اسنا اللي غير مع فخامة الرئيس نعم والحكومة اللي هي الله اكبر الله اكبر والجيشنا وسورتسنا اتعملت مستشفى لله الحمد نبحت للمسح على مستواج بوليس مصر وناجحة مية في المية بمركز اسنا نعم انما بسبب الاعضاء ما عملوش اي حاجة بصابة العصبية والخابلية والله والله وهات اي عدو مجلس سعبات وعالهوة من ستين سنة ان كان عملو حاجة في نادينا السنة طيب حاجة رجب انت بحاولتوش تتواصلوا معاهم تكلموهم تقدموهم ما بحردوش معاهم تلاتين خط يا فنم نعم اثناء الانتخابات اه بيبجأ معاهم خطوط اه بعد ما بيبعدوا عالكرسي شكرا اه والله والله هم هم ما بيتغيروش نعم هم عندين عالتين تلاتة ما بيتغيروش خالص اه ما بيتغيروش اساسيين لضر يتقصملك بالله بيقوللك بفلوسنا نعم معاهم فلوس طبعا ومعاهم كل حاجة هم هم بيوظفهم تمام بيوظفوا عاليهم والناس الغلابة هنا مطخونة طحن يا فنم ليه انا بشفرك على البرنامج بتاعك طبعا المعلومة طبعا المعلومة واستفسارك حاج راجب بخصوص الموضوع انا هناشو معك كده بس ان شاء الله يعني تابعني كده وانا هرد على حضرك عليها يعني احنا مبسوطين ان احنا بداية كده بدأنا نحتكب اهل الصعيد كده بشكل وباشر احنا مبسوطين باتصالك وان شاء الله بيزد الله هنكون معاكم على طول هنتكلم دلوقتي عن الحاج راجب كان بيسأل على حاجة اللي هي موض مين الو الو يا سيد احمد سمع عليكم انا بحاجة حضرك على البرنامج الجميل ده وبجد انت انا كدتانش في القضية النهاردة كويسة جدا واللي على اهل الصعيد ان احنا كنا نخدين فكرة عنهم مش كوائق اللي هو دماغهم من النشفة دماغهم مطلقة يعني حيبق افكار عندنا وما كناش يعني الواحد شافها في القضية لا غير كده خاضر لا اهل انا زي ما بقولك بس يا سيد احمد ان الموضوع كله محتاج ان احنا نحتك شوية ونطلع شوية ونشوف الناس دي عايشة ازاي عشان ما نقدرش نظلمهم ما ينفعش نظلمهم يعني لان هو مجتمع جزء عزيز علينا جدا وجزء غالي علينا جدا والطبيعي ان احنا نديله حقه بالضبط افردك انا كنت في الجيش وكانت معي ناس من اهل الصعيد انا لقيتهم احسن ناس يعني من كل حاجة والله يعني كرم اخلاقهم وكرمهم معوما وزوقهم واحترامهم مع الجميع بجد يعني اهل ناس بجد كل اللي احتراموا كل الزوق فيهم الله يكرمك الله يكرمك يا صاح احمد ومبسوط مبسوط بمداخلتك معنا انت عايز تعرف حاجة استفسر عن حاجة طيب الاستاذ محمد ايوا السلام عليكم تفضل السلام ورحمة الله وبركاته استاذ محمد زي حضرتك الحمد لله تمام ايه رأي حضرتك بقى في الحلقة او انتباعك عن موضوع القهوة الله يباشكر حضرتك جدا على الحلقة اللطيفة دي وكله كان جميل جدا يعني وبذكر فريق الاعداد جدا الله يكرمك استاذ محمد حريك من هنا من الصييد انا من جنة احسن ناس الله يكرمك يا خب cur انت收ров أنتends عن ذلك تعرف حاجة استفسر عن ذلك اااا يعني لا انا بس الحبيت أشكركم ربنا يتخليك ربنا يتخليك وانشال الله نكون على قد المستوى ونقدم بحتوى ومعلومة تفيدكم ان شاء الله بإذن الله ماشاء الله عليكم الله يكرمكم يا رب نرجع لكلامنا مع بعض وزي ما قلتلكم ان الموضوع كله هو بس موضوع ان احنا نحتك ونقرب من الناس دي عشان نقدر نقدر نحكم بشكل صحيح عشان نقدر ندي ناخد معلومة ناخد معلومة بشكل صحيح وناخد انطباع بشكل صحيح لازم نحتك احتكاك مباشر ونشوف الناس دي ونقرب منهم ونعرفهم لان الناس دي زي ما حضركم شايفين كده يعني من اطيب ما يكون من ارقى ما يكون اخلاع عالية جدا ومبادئ سابتة ما بتتغيرش لو ايد كده الدنيا تتربايد المبادئ سابتة استحالة تتغير عودهم سابتة فهي القصة مهما تكلمنا ومهما قلنا على الصعيدة استحالة ندوم حقهم صراحة استوقفني خبر كده فيه حد اسمه احمد نصر شاب في كلية هندسة الراجل ده من كم يوم كده لبس بلياتشو وراح نزل الشارع وقاعد يوزع كبامات للناس وقاعد يوزع على اطفال وعلى الشباب بصراحة موقف حلو جدا ولو اتكلمنا فيه بشكل بشكل مستفيد احنا يعني مش هندد للشاب ده حقه لانه هو حاب يغير التقليد هو حاب يساعد وحاب يلفت انتباه الناس لاهمية الكمامة بس بشكل مختلف بشكل يكسر روتين وبشكل يتقبلوه الناس لكن هو بشكل معين قدر يقنع الناس ان الكمامة دي مهمة جدا لنا والاطفالنا والكل المجتمع المصر لان انتو عارفين الفترة اللي فاتت دي الموضوع بتاع كورونا تفشى بشكل كبير ومحتاج تكاتف كبير جدا ومحتاج وقفة كبيرة جدا الحكومة والقيادات مش مخلية جهد بصراحة الاو هي عاملة بتحاول بشتى الطرق انها تحاصر الفيروس وتقلل منه وتقفل عليه لكن ده مش هيتم غير غير بمساندت نحن غير بمساعدت نحن ماينفعش ابدا ان يكون ايد واحدة زي ما بيقوله ما بتسقفش لازم لازم في كل حال من الاحوال ان احنا لازم ان نكون موجودين الوعي اصلا انا لو ما خفتش عن نفسي ما حدش خاف علي او انا شايف ان المرض محاصر العالم كله وبيطيح في العالم كله وانا واقف وبقول لا 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 فيش حاجة اسمها كورونا فيش حاجة اسمها كورونا ازاي مع الناس قدامنا دول دول عظمى نهارت دول عظمى وعت يعني ده يمكن عشان ربنا حارس مصر وحارس شعبها الدنيا بالنسبة لك يعني المتخدم منظور معين لكن شوف الدنيا بره عاملة ازاي العالم كله بقى حاجة مقفولة لحد عارف يسافر ولا حد عارف يرجع ولا حد عارف يطلع ولا الناس من اشغالها قاعدة والناس فلازم يكون عندنا الوعي الكامل الكامل احنا كشعب لازم نكون نكلم بنا بموضوع كورونا لان الموضوع ده مهم جدا والوعي مهم جدا ولازم نسقف نفسنا هنطلع فاصل وهنرجع لكو تاني عشان نكمل باية حلقتنا مع بعض اخلق وارجع لكو تاني عزيزان المشاهدين عشان نكمل باية فقراتنا في برنامجكم برنامج القهوة وانا بصراحة النهاردة يعني كان فيه بالنسبة لي اننا البرنامج يبقى فاضل النهاردة مفيش ضيوف عشان يبقى فيه مساحة ان احنا نتكلم فيها مع بعض نتعرف فيها على بعض نتناقش فيها وتقربوا من البرنامج وديكم فكرة مبسطة يعني البرنامج بتاعنا هيكون عامل ازاي ووضعه وفقراته وشكله ونوعه هيبقى عامل ازاي فبصراحة احنا اتكلمنا النهاردة عن شوية حاجات وحابب ان انا اتكلم معاكم في حاجة تخص الجانب النفسي بمعنى زي ما قلتلكم في بداية برنامج النهاردة معاكم ان كل انسان فيه صفات انسانية ونفسية بمعنى كل واحد بتتحكم فيه صفات معينة النهاردة مثلا هنتكلم مع بعض عن الطموح الطموح يا جماعة حاجة مهمة جدا لأي انسان الطموح ده هو اللي مخليني قاعد قصادكو دول وقت الطموح ده هو اللي وصلني وجابني القناة دي وقاعد وانا ليه الشرف طبعا اننا نطلع على شاشة الصحة والجماعة الطموح ده هو اللي ممكن يكون المفتاح ان هو يوصلك لاي مكان انت عايزه لكن لازم يكون مولد جواك الطموح لازم يكون جواك هدف لازم يكون جواك سعي ما تيقسش ما تحبطش ما تقعش لازم يكون جواك هدف تسعاله الطموح ان انا مش معنى ان انا اوصل وصلت للمكان ده يبقى خلاص كده الموضوع خلاص لقا الطموح ان انا يكون ليه هدف والهدف يخلق هدف ويخلق هدف لغاية مسعى وابقى بشكل عظيم قدام نفسي عظيم قدام احلامي لازم يبقى عندك الطموح من غير طموح مش هيبقى فيه امل من غير طموح استحالة تحقق هدف انت بتسعاله ماينفعش ان انا نكون قاعد واقول انا نفسي اعمل احنا كلنا نفس هنا نعمل لكن الفرق بين واحد وواحد ان فيه شخص بيقول عن نفسي اعمل وما بيتحركش بيقعد في مكانه ما بيتحركش وفرق بين شخص تاني هو بيقول انا عايز عايز اعمل ونفسي بقى وبيسعى من اي وان كده من اول خطوة بيبدأ ويسعى هيقع وهيقوم هيقع وهيقوم لغاية ما هيقع ويقوم وهيكمل هو ده اللي يفرق موضوع الطموح هو موضوع مهم جدا في الشخصية الإنسانية يعني إيه سلبي ويعني إيه إيجابي هو ده المفتاح هو ده الفرق سلبي يعني عديم الطموح إيجابي يعني الطموح مخلوق جوايا ومزروع جوايا لازم يكون عندنا الطموح الكافي إن احنا نسعى في حياتنا لازم يكون عندنا الطموح الكافي إن احنا نجتهد لازم يكون عندنا الطموح الكافي إن انا يكون أحدد أهداف قدامي ولازم في ظرف مثلا مثلا سنة هكون عامل واحد اتنين تلاتة اربعة ممكن بعد السنة تكون حققت واحد واثنين حلو كمل لكن 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 ما ينفعش إنك إنت بعد ما تكون طلعت ما ترجعش لازم تكون ثابت لازم تكون واقف لازم تسعد ما تتهدش ما تقعش ما تقاش ما ينفعش أبدا إننا أكون إنسان وربنا خلقني بحواس وبجوارح وبإمكانيات وبعقل وما يكونش جوايا الطموح إيه اللي ممكن يكون ناقصني عشان أقدر أكون إنسان زو قيمة لازم يكون عندك التحدي والإرادة والطموح إن أنت تكون إنسان صاحب عزيمة صاحب إصرار لازم يكون عندك الطموح كل النمازج المشهورة اللي احنا شفناها في حياتنا واللي احنا بنشوفها في حياتنا سواء النمازج ده على فكرة ممكن يكون مش شرط يكون إنسان كبير ممكن يكون طفل ممكن يكون شاب كله بدأ كله بدأ من فكرة الطموح ده فكرة الطموح ده فكرة والفكرة بتتحول لتنفيذ لسعي لاجتهاد من خلال فكرتك من خلال سعيك هتقدر يبقى حلمك واقع يبقى حلمك واقع مشهود به لازم تكون قدام نفسك نموذج نموذج مشرف واخد بالك الطموح هو أساس هو أساس النجاح في كل حاجة من غير طموح والله العظيم لو عندك إيه كده لو عقلك ده زري بس ما عندكش الطموح ملوش لازمة الطموح ده هو ده الروح بالنسبة للبني آدم الطموح ده هو السر حياة البني آدم لازم يكون حياتنا لازم يكون حياتنا لها معنى لازم حياتنا يكون لها هدف لازم حياتنا يبقى لها أكون بعد عشرين تلاتين سنة هقول أنا من عشرين سنة كنت ودلوقتي بقيت مش من عشرين سنة كنت وبعد العشرين سنة كنت برضو طب فين بقى المستقبل بتاعك أنت عملت إيه؟ حققت إيه؟ بصمتك وتأثيرك في الحياة إيه؟ وفي بالكم فدي أنا دي موجز بسيط بس عن قصلة معينة احنا بنقشها مع بعض إن شاء الله في كل حلقة وهناخد صفة إنسانية معينة والنقشها بشكل مبسط وصغير عايز أقول لكم أن أنا النهاردة في أول حلقة إليها كنت مبسوط جدا جدا وإن شاء الله يكون برنامج مؤثر ومفيد ليكم على المدى إن شاء الله هو الوقت دايما الحلو بيعد بسرعة على وعد باللقاء في يوم الخميس الجاي في نفس قبل كده بساعة إن شاء الله الساعة 11 وحلقة جديدة من برنامجكم الأهوة إلى اللقاء